أقامت كلية اللاتين في بيت جالا اللقاء الثاني للمقبلين على الزواج من رعاية اللاتين في فلسطين والذي نظمه مركز العائلة التابع للبطرياركية اللاتينية في القدس ويأتي هذا اللقاء الذي شارك به أربعة وثلاثون شابا وشابة من عدة رعاية ضمن جهود المركز في إعداد المقبلين على الزواج من خلال مساعدتهم على إرساء علاقات صحية وروحية وتزويدهم بالأدوات اللازمة لمواجهة التحديات التي قد تنشأ في الحياة الأسرية تضمن اللقاء محاضرتين حول التربية الجنسية للزوجين مع التركيز على أهمية الفحوصات قبل الزواج ووسائل منع الحمل ومواضيع ذات صلة وبعد الاستراحة تحدث الأب برنارد بوجي رئيس الإكليركية اللاتينية في بيت جالا عن موقف الكنيسة الكاثوليكية من الإخلاقيات الطبية مصلطا الضوء على كيفية بدء الزوجين حياتهما الزوجية من خلال إشراك الله في حياتهما وطلب بركاته